ننتقل إلى التالي نعم وعن أمي المؤمنين ميمونة منذ الحالة رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأدن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلت قال نعم قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم العدق انظر الوليدة هي الأمة تعتق ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أنك إذا أردت أن تعتقي أن تعتقي وليدتك فاجمعي بين خيرين الخير الأول وهو العدق والخير الثاني وهو ما هو أن هذا العدق لأقاربك لأخوالك إذن من أراد أن يعمل عملا صالحا معروفا صدقة فمن أولى الناس بإعطاء الصدقة هم الأرحم الأقارب الأخوال الأمام وهناك فقيران هذا فقير محتاج فقير إذن هو محتاج ولكنه ليس من الأرحم والآخر فقير من الأرحم فأيهما أولى بإعطاء الصدقة الفقير من الأرحم طيب أن تفكر وأنذر عشيرتك الأقربين أولى الناس إذا أردت أن تخاطبهم بالخير أن تعلمهم هم الأرحم ثم تنتقل إلى ما بعد الأرحم لذا قو أنفسكم وأهليكم نارا فإياك أن تفكر في دعوة البعيدين وتنسى القريبين إياك أن تفكر بالإحسان للبعيدين وتنسى القريب ترجمة نانسي قنقر